تحيات اخواتي وحبابي وصحابه في كل مكان يا رب تكونوا بقى الف خير والف صحة دايما يا رب النهاردة معانا حاجة كده خفيفة خلاص بما ان الصيف خلاص قرب ورمضان قرب كمان على الابواب كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب دايما هنعمل بقى حاجات عايزين حاجات ترطب في الحر دوت هنعمل كوكتيل المحلات الخطير وهنعمله بطريقتين مختلفين وحضرتك تختاري نقي واختاري واللي يعجبك طرق خفيفة وسهلة وان شاء الله هتعجبكم يلا على الطريقة على طول طبعا هنجيب الخلاط هنعمل الاول الموز باللبن لأول لأول نوع كوكتيل عندي هجيب اللبن هحط رشة بانيلي عليه وحضرتك تحطي كمية اللبن المحتاجه وكمية الموز اللي تعبجي انا عمدي الكمية دي الدرق كامل تقريبا حطيت عليه موز دين كاملين من الموز الكبير دوت واحط سكر حسب الرغبة ممكن حضرتك تحلي بعسل نحلة بس انا صراحة بحب تحليط في الكوكتيل تحليط السكر وهضرب الكوكتيل ده اللي تقريبا تقريبا كده معظم معظمنا هنا يعني معظمنا نعرفه يعني ده الكوكتيل البيوت كده عندنا معظمنا نعرفه لكن النوع الثاني ان شاء الله هيعجدكو جدا نوع مختلف جدا وخفيف ومن غير لبن ممكن لو حد مش بيحب اللبن عادي ممكن نعمله به هنا هنفضي اللبن عندنا في دورق ونركينه كده عشان نبدأ في الكوكتيل الثاني هنا انا ضفت موز بس مش عايزة اي حاجة تانية ورشة فانيليا وسكر وهضرب عايز عصير بيور عايز عصير كده يعني قوامه سميك مش خفيف لو حسيت ان الموز مش متحرك معاي هحط نقطة ميه صغيرة نقطة مش كتير يعني معلقتين ثلاثة وهقطع الموز كده كويس وهريسه شوية بحيس انه يتحرك في الخلاط معي بطريقة سهلة وانا مش عايزة هيبقى خفيف ده السر عشان يدينا بقى كوكتيل الطبقات اللي حضرتكم شفتوه في الاول هنضربوا لحد ما نوصل يعني نعمل الموز شوية ونوصل للقوام اللي احنا محتاجين كده خلاص هصبه في دورق عندي وهشطف آآ آآ دورق بتاع الخلاط وارجع لكو تاني علشان نعمل بقى المكونات هنا شطفتو وحطة الكيوي وسكر ورشة الفانيليا ونقطة مية صغيرة هنا حضرتك ممكن تستبدل الكيوي بمانجة على فكرة بس احنا لسه المانجة موصل لتناشط طبعا عشان تصدير مقفول مستنينها بقى وربنا يعدي الحلد على خير هنحاول انه حقراكو يعني في الخلاط متحركش هنضيف مية لحد ما نوصل برضو لقوام سمير مش خفيف خالص انا مش عايزة عصير بمية انا عايزة كأنها فكهة آآ مهروسة بوري كده بالضبط ايوهو ده القوام اللي انا محتاجه عشان نعمل الطبقات اللي حضرتكم شفتوها هشتف الخلاط وارجع تاني نضيف الفراولة برضو معانا سكر فانيليا رشة فانيليا نقطة مية صغيرة هنا مفيش مشاكل بس اعملي حسابك اني مسلا يكون عندك دايما شوية فكهة تاني غير اللي حضرتك قطعتهم بحس اني حسيتي مسلا قوام العصير خفش شوية نضيف تاني كده نزبط دنيا يعني مش لازم نقطع كل الفكهة الموز اللي عندنا وكل فراولة لأ طبعا نخلي اجزاء هنا بندرب آآ وهنشوف القوام لان انتو عارفين ان الفراولة دي من انواع حساسة جدا لانا فيها كمية مية كتير فما بتديش قوام تقل يعني بسهولة هنا حسيت القوام خفيف ضفت فراولة تاني اتمنى حبابي يتجربوه بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم برضو هنا برضو نفس النظام شوفته خفيف فضفت فراولة وبزبط تاني ان شاء الله لو جربته بطريقتي انا واثقة انه هيعجبكم ومستنية تعليقاتكم واقتراحاتكم لأي حاجة حبينها في القناة هنا هنجهز بقى التقديم هنعمل النوع اللي هو اللي من غير لبن هنحط في الكاسة من تحت فراولة وموز وتفاح انا مقطعت ثلاث فواكه دول حضرتك ممكن تقطعي اي انواع فاكها بتحبيها وهنضيف اول طبقة الكيوي يعني حضرتك النوع دوت يعني بس حاولي تختاري اللي هي الفواكه اللي الوان متنسق مع بعض يعني هنا الكيوي اغضر والموز ابيض على الفراولة احمر ثلاث الوان متنسقين منضيف بشوش خالص الموز على اساس يعني ما نخلطش الطبقات مع بعض وفي اخر طبقة هنضيف الفراولة وهنضيف كمان حبت يعني قطع فواكه تاني في على الوش زي ما حضرتك تحبي خالص يعني بس بشويش عشان الطبقات ما تختلطش مع بعض اتمنى حبايبي تجربوها بالطريقة دي بجد انا عارفة واسقا ان شاء الله هتعجبكم النهار ده وبردو هنا هنعمل الادنوع التاني اللي هو العادي خالص هنضيف كمية حلوة من الفواكه المتقطعة فراولة هنا الفراولة اللي بضيفها دي القطع حطالها سكر ونقعها قبلها بساعتين في التلاجة بالسكر عشان تنزل العصير بتاعها بيبقى تحمها تحفة وضفت هنا اللبن بالموز اللي ضربته في الاول وقادي تاني نوع عندي هعمل النوع الاولاني بس هو هو بس مش هحط الفواكه على الوش لو حضرتك عشان لو مش حابة تحطي عادي برضو بيبقى شكله جميل هوركم برضو شكله وحضرتك عليك تختاري بس ما تحتاريش اختاري واحتاري يعني ولا احتاري واختاري زي ما تحبي عندك 3 انواع ان شاء الله الطريقة هتعجبكم اهو بحط وبحزه كده عشان يعمل طبقة جميلة ويداخل كله مع بعضه وطبقة الموز وبعدين طبقة الفرولة اتمنى حبايبي وصحابي لاول مرة يشوف قناتي قناة اكلة بنفسي اعمل لي لايك وشير واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديو جديد ان شاء الله نعمله مع بعض ومستنية تعليقاتكم وقتراحاتكم وتابعونا على صفحة الفيسبوك هسيبلكم الربط في صندوق الوصف والمقادير برضو هسيبها في صندوق الوصف وحضرتك اتفضلي شوفي طبقات جميلة بجد حاجة تشرف لضيوفك كده ولعيلتك حاجة جميلة جدا وسريعة لو كان عندك ضيوف فجأة كده جولك على فجأة تقدري تعمليه بمنتهى البساطة واتمنى حبيبي تدعموني بالاشتراك والتعليقات والف عفية وصح عليكم يا رب وحشول الفيديو اللي جاي وباي ترجمة نانسي قنقر